نتكلم عن المنتخب ونتكلم عن الأهلي ونرجع لإنتبع الملفات أو ملفين مهمين جداً برضو عندنا مع المنتخب مباراة في غاية الأهمية وحاسمة زي ما بتقال بتشوف برضو إن شاء الله المباراة سيرها حيكون يعني ممكن أن هي تخلص أو تمتهي فيه خلال الوقت الأساسي ولا الموضوع زي ما شفنا قبل كده في المطشين الأخرانيين لا حيمتدوا كمان لوقت إضافي وربما بعد كده أنا أتمنى أن تخلص في الوقت الأساسي أنا أعتقد فعلاً الدار في ناريو الأرضح طبعاً الجهد اللي واقع على لعبتنا فوق الاحتمال وخصوصاً من التكلم عن الفروق برضو في حرس المرمى أستاذ سامي مش تقليلاً من حرس المرمى بتاعنا أبداً الكساب هي رائع جداً جداً وواعد لو كان أبو جبل رسمياً مش هيشارك بس الفكرة أن الناس بتقول لك إحنا ليه نوصل لده أصلاً وليه نبقى على أعصابنا لغاية الدربات يعني ليه ما ننجيش فعلاً في الأول حتى الإجهاد يكون أقل من كروش يعني إن هي بتوضع حلينا فرص كتير جداً يعني في ماتش ساحل العاج كان فيه فرص وضعت في ماتش المغرب كان فيه فرص وضعت فبالتالي يعني الجميع مطالب إنه هو يثمن كل فرصة أمام مرمى منتخب الكاميرون طبعاً لأن طبعاً منتخب الكاميرون هيلعب في وسط جماهيره في الملعب الأولمبي على فكرة ويا ترى هل ترى التحكم هيبقى شكله إيه؟ مالاديون دي نقطة تانية بقى فبالتالي يعني مطالبين لعبتنا في وسط الظروف دي اللي هي غيابات أبرص حالسين مرمى الشناوي وبجبل فمهمة ثقيرة جداً على صبحي فالمطالبين هم الفرصة ما تضعش ما تضعش صحيح الفرصة ما تضعش إنه هي ماتش الضربة الوحسن أيوة صح ما هو الفرصة ما تضعش بالنسبة للطرفين كان فيه فيديو يعني فيديو قصية كده شفنا من خلاله وصموا ليكتو رئيس الاتحاد الكاميروني الكرة القادمة هو مجتمع بمجموعة من لعيبة المتخب ومش قادر أقول لك على النرف اللي كان بيتكلم به وأكتر من مرة أنا هو أندي بيقول لي أنتو داخلين حرب يوم الخميس حرب وعادي التكة أوى على كلمة حرب طيب ومعدينا يا أبسي السيد هو نفسه عانى مع الفرعنا كتير سامو القط يعني هو عانى في مقدر الموقف مقدر المواجهة يعني صحيح المدرب جديد ولعبها نجوم بعض النجوم غايبين وفي أزمة حقيقية في حراسة المرمى يعني نقللنا وكلوا واقعيين فبالتالي هو عارف أن منتخم مصر قادر أنه يطلع تقاطئ استثنائية في مثل هذه المواجهات وأول مباراة جد بقى يعني أنت بتتكلم برضو مصر من العشرة اللي هم الطب في البطولة يعني قبل كده كاميرا اللعبت مين من الفرع محترابي طبعا كل المنتخبات بس ما كانتش منتخبات اللعبت بالتحكيم كمان على الفكرة حتى قوة المنتخبات نفسها يعني فعلا ما هيش المنتخبات لا يعني هذا التحدي الأول والحقيقة ضمن منتخب الكاميرون بس أنا سمنى أنه احنا زي ما قلنا في البداية أن الفرصة ما تضعش فرصة اثنين تلاتة هي هتبقى الفرص قليلة جدا الفرصة ما تضعش بأحرص عليه ملاش ايه أحيانا حالة النرجسية عند لعب معين أو يعني أو ما من اللاعبين أنه هو اللي هو عايز يجيب اللجون لا خليك شغال في المضمون وشوف زي ما عمل صلاح مع تريزي جي يعني بازل جهد كبير جدا أنه هو خلص الكورة ولعبها بشكل مميز جدا وتريزي جي بلبس واحدة في الشباك ده اللي عايزينه أن الكورة يعني تبقى غالي يعلينا قوي الفرصة تتاح ولو أحرصنا مبكرا يبقى خير وبركة وما نخافش من بورها دي نقطة